بسم الله الرحمن الرحيم في الهستولوجي النهوردة هنتكلم على الفلويد كونكتف تشو نسيق الضام السائل اول ساعات بيقولوا عليه فاسكلار كونكتف تشو لانه بيملى الاوعية سواء كان بقى البلاد فيزلز او الليمفاتيك فيزلز في البداية خالص نتكلم على البلاد كأجزامبل الفلويد كونكتف تشو البلاد عبارة عن جزئين اساسيين طبعا اللي هو البلازمة والفورميد емуنت او العناصر المتكونة الفورميد دليمنتز زي اه اللي هي السيلز اللي بتتكونه بتتكسر عشان ك tempو adoration زي ال RBCs اللي هي ايرثرو صايت ايرثرو عن احمر صايت يعني خليته ايرثرو صايت خلايا الدم الحمراء وطبعا ما نقولش علي خلايا لانها تفقد انها سواء كرة الدم الحمراء الليوكو صايت برضو كلمة لهتينية معنى white والصايت يبقى الليوكو صايت بدون علي خلايا دمة بيضاء لنا فيها نواة. النوع التالت اللي هو اللي هو الصفائح الدموية اللي بتكوين الخثرة الدموية. يبقى فيه فيه وفيه اللي نكلم عليه بالتفصيل هو فيه نوعين طبعا اللي هو اللي هو اللي هو خلية دم عدد الاشكال. والنوع التالي هو اللي هي خلية دم البيضاء غير محببة. لان السيتو بلازمة عبارة عن منطقة شفافة رائقة. اه لكن السيتو بلازمة بها عبارة عن حبيبات بالشكل ده. يبقى ده اول نوع خالص اللي هو نيوتروفيل. ويبقى بتاعته من بالشكل ده. طيب النوع التاني اللي هو الاسيدوفيل او بتبقى الحبيبات تبقى تكتر شوية يعني تبقى اغلص شوية. من النوع الاولاني وتبقى النواة عبارة عن طول ووبسي بس. بتبقى لايك الخرصة شوه حضوط راحصان بالشكل ده. اه النوع التالت اللي هو بيبقى برضو الحبيبات بتبقى اكتر ايه سمكا شوية. وبتاخد نفس السابقة اللي بتاخد فيها نواة عبارة عن جزئين برضو نواة على شكل حرف الآس بالشكل ده. يبقى ده نيوتروفيل وده الاسيدوفيل ولبيزوفيل تقسمت على حسب النوابي بالشكل ده او على حسب الافينيتي او في الس يعني الميلهة للسابغة لو بتاخد لو تتسبغ بسبغة قاعدية متعددة سيري بتبقى لو بتاخد ساب 어렵اARE اليكزambريل بتاعنا سابغة الايوسين يبقى اسمها السينوفيل لو تتسبغت بسبغة قاعدية يبقى بسبغة قاعدية زي سبغة الاماتوكسيلين. ده الخلية بلازم يبقى شفاف مش محبب. وطبعا بالشكل ده تبقى معظم الخلية اه تبقى ايه نواها بالشكل ده يبدأ اسمه في نوعين نوع صغير ونوع كبير بالشكل ده لكن معظم الخلية نواها. النوع التاني خلية الاكولة والكبيرة بتبقى شكل ايه الايه الكلية بالشكل ده كده تعرف على طول ان دي المون وصيدة. سيت بلازم زي ما انت شايف بيبقى غير محبب. ده لو انا عندي مسلا بلود سامبل هنا من الدم. وقلت لك ان ده من الايه البلود. مفروض يبقى البلازمة ده خمسة وخمسين في المية. والبلود اللي هو تبقى خمسة واربعين في المية. بالشكل ده يبقى ده انسان طبيعي خالص. نورمال بيرسن. لو قلت السيلز دي يبقى ده انيميك بيرسن. انيميك بيرسن يعني شخص عنده انيميا. لو زالت يبقى في عنده ايه كانسر في البلود يبقى فيه انتاج بالكورات دم حمرة زيادة. يبقى ده اللي تكون الدم الدم الوقت عبارة عن حاجتين. زي ما قلنا قبل كده اللي هو البلازمة ده بلود سمير او سحبة من البلود فيلم على الميكروسكوبة تلاقي فيه طبعا الريد بلود سيلز للهربوسيز وتلاقي فيه الوايد بلود سيلز انواع مختلفة وتلاقي فيه البلاتليتز بالشكل ده. ده الفورمد اللي قلنا عليه. طبعا المادة اللي هي موجودة دي اللي هي ايه? عبارة عن البلازمة. وده نسيق لي نسيق لاني فيه سيل. هده سيل موجودة بانواع مختلفة. فيه الجراون سابستانس وفيه كمان الفايبرز اللي يتمثل فيه الفايبرين فايبرز. ده بلود سمير وتشوف فيه البلاتليتز ده فيه ديفرنت طايبز ده الليمفوسايت بالشكل ده. هتلاقي نيوتروفيل بالشكل ده نصري طوفايف لوبس. والاربسيز طبعا بدون النواة. اه البلازمة اللي قلنا عليها اللي هي تمثل خمسة خمسة في المية من البلود. اه اه ووتر بتاع المية فيها حوالي كام? حوالي اتنين وتسعين في المية. والثمانية في المية اللي بقين عبارة عن سوليدز املاح مذابة. زي الايون زي السولتز زي السودا متاسم كالسة مغنيسة ونفوسفية تنسون. الجازي زي اكسجن وكاربون دوكسايد. البلازما بريتين اللي هم الالبومين وقلوبيلين اند فيبرينوجين. بريتنات الدم و بريتنات بلازمة اللي هم الثلاثة المواد يتكونها طبعا في الكبد. الالبومين جلوبيلين اند فيبرينوجين. الايونيك نيوترانز مواد العضوية طبعا الجلوكوز، الليبيدز، الفيسفو، الليبيدز، الامينو آسد، اللي هو المواد الغزائية. النايتروجنال سباستس بروتكس لمواد الاخراجية الناتروجينية زي اليوريا والامونيا واليوريك المواد المنظمة مثل الهرمون والإنظام وكل هذا موجود في البلازما بالاضافة للجزئات المتعلقة التي لا يدوب شيء مثل الربسيس كرة دم الحمراء أقراس مقاراة الواقعين بدون أنوية أول ما تتكون فيها نواة بعد كده تختفي النواة واسطة الفيتامين B12 تتحول تبقى خلية بدون نواة تتملأ بالهموغلوبين كونتين الهموغلوبين تتنفس البناء الأكسوجين وسنوكسيد الكربون من البناء الأكسوجين بيساعد في نقل الجزء صغير من سنوكسيد الكربون طبعا في الرد بون مارو طبعا أول ما يتكون العظام بيبقى رد بعدين يترسف فيه الأحماض الدهنية وتحاول يبقى هيلو بون مارو يفقد قدرته على إنتاج الكرة الدم الأكملة بيكون كرة الدم الريد بون مارو لأنه من غير نواة وبالتالي تفقد الفرجيلة بيزيد الفرجيلة ما تقدم العمر وتدخل في كل الحيز الضيق فبتكسر سواء كان في الاسبلين أو في الليبر الفنكشن زمنتيا في كده ده ريد بلد سلس ترانسپورت منلي الأكسوجين وتساعد بس في الكربون ديوكسيد ترانسپورت ده بايكون كيف بشكل ده قراد الدم الحمراء الهموغلوبين lower respiratory pigment سبغة التنفس ده ريد انديكاريز أوكسوجين فور بوليببطايد and فور هيم كونتين فور ايرن آآ آآ ده جزيء رباعة يعني ساعد فسموه اتش بي فور او ايت طيب هو عبارة عن بوليببطايد اربعة بوليببطايد مع بعض كده يسموهم الجلوبين آآ الهم بعد كده نص التاني من الاسم آآ بالهم هتلاقي عبارة عن بيرول وكل اربعة حلقات بيرول مع بعض كده في نصهم كده على طول هتلاقي في زارة الحديد بان عندك الهم الاولانية في زارة الحديد والهم التانية فالحديد باربعة هيم واربعة حديد والاربعة بوليبطايد ده الهموغلوبين ده خلاص خلايا لانها هاف نيوكليوس الفونكشن طبعا بتبدأ تهاجم ضد العدوى عن طريق انها تعمل انها تعمل مسبب المرض او تعمل وتعمل اللي بتروح تتحد مع الاقسام الغريبة عشان تتعملها عدم تعملها عدم تنشيط او تموكن تعمل كل ده نوع الاول النيوتروفيل زي ما قلنا بشكله متعة الخمسة في اللوبس بيتسبب بسبغة قاعدية متعدلة الاسينوفيل شكل حضور حصان كده بيتسبب بسبغة الحامضية الويسين عشان كده بسموه اسينوفيل او اسيدوفيل نوع الثالث البيزوفيل بيتسبب بسبغة قاعدية زي النيوتوكسلين بيبقى شكل حرف الاس النوع الثاني اللي هو ده المحبب وده غير محبب السيتوب لازمة بتبقى شفاف لو اول ما بتكونها بتبقى كبيرة كل ما بتكبر في عمرها تصغل في حجمها وبتالي يبقى في نوعين تحت المونوسايت بتبقى شكل الكريا بالشكل ده الموجودة ده بيعمل عملية فاغوسيتوزيس وده بيعمل برضه عملية فاغوسيتوزيس ده المايكروفاج وده الماكروفاج البليتليتس الموجودة اخر حاجة او ثرومبوسايتس نوت سيلز دي طبعا مش خلايا ده عبارة فراجمنس دي جزيئات متفتتها من جاينت سيلز خلايا عملاقة اسمها ميجا كاريوسايت خلاياها ذات نواة كبيرة which present in the red bone marrow طبعا الwhite blood cells والبليتس كله بتكون في ال red bone marrow دي الساكس اللي هي البليتليتس contain chemicals that play very important role in the blood clotting الwhite blood cells تعمل fighting the infection red blood cells تعمل transport oxygen carbon dioxide بتعمل بتعمل تزان دموي بتعمل فقدان الدم اللي يؤدي الى الموت سدادة that seals the vessels and injured the tissue يعني لو عندك blood vessel بالشكل ده كده تقطع في الشكل بالحد دي طبعا يحصل فيه blood loss بالشكل ده وبالده اللي يحصل تبدأ في المكان اللي فيه القطع ده تبدأ الخلايا اللي هي البليتليتس تتجمع مع بعضها كده وتديك زي البلوغ سدادة وتعمل ايه في المكان اللي فيه ده القطع ده وبعد كده يحصل فيها التفرف حواليها كده شبكة من خيوط الفايبرين وبالده تمنع البلوغ لحد ما يحصل هي ده البون مارو هتلاقي فيه الخلايا خلايا كبيرة فيها نواع بلاقة بسموها لما بحصلها الناتج ده بسموه الصفقة الدموية الليمف برضه نوع التاني من الفلويد فاسكلور كونيكتف تيشو الفلويد رايد فروم بلود باي فلتريشن يعني انا عندي الوقت كده بالشكل ده كده وعاء الدموية كده بعد كده تلاقي فيه هنا يتفرع تفرعات يبقى شبكة من الشعارات الدموية هنا نهاية الشرينية وهنا نهاية الوريدية لما البلوغ يدخل كده يتعرض لي ممر ضيئ فيتعرض للضغط في حصل له عملية فلتريشن الناتج بره ده بيسموه تيشو فلويد يبقى هو جوه هنا ده بلازمة داخل وعاء الدموية يسمو بلازمة لما حصل له فلتريشن يخرج بره ما بين الأنسجة وبعضها يبقى اسموه نسيج نواتيشوف لويد لما تلاقي هنا بقى بالشكل ده كده نهاية ايه الليمفاتيك فيزل ده الوعاء الليمفاوي او شعار الليمفوية وانسي الليمفاتيك هتشوف لويد انترزا شعارات الليمفوية في الحالة دي بتقول عليه ايه تقول عليه الليمف وبالتالي لما يقول لك ان الليمف ده عبارة عن سائل صح مشتق منين من البلوغ بايه بالفلتريشن لما كان في الشعارات الدموية لو خرج من هنا مثلا قلنا 100% 80% منه يرجع تاني يدخل الدم يبقى فاضل ايه 20% هو ده اللي يبقى الليمف العشرين في المية دول يرجعوا تاني يتصبوا في الدم قبل ما يدخل عن طريق الراية ليمفاتيك داكتر طبعا لازم بكون موجود في قواية لنفوية الخير المسال ليه الليمفاتيك فايزلز شو عارقة لنفوية دقيقة ابسورب الفاتس اند موليكولز اه 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 من كلم بعد كده على الحالة ما اقول لك ان البلوغ ده لما يجي يمتص يمتص ايه يمتص الجلوكوز الشجر والامينو اسد طيب النوع الثاني من الغذاء اللي هو الفاتس او المادة الدهنية من اللي يمتصها عشان حجمها كبير تمتص بوسط الايه الليمفاتيك فيزلز زي الاكتيالز او الاوعية الليبانية الموجودة في السمول انتست الموجودة في الفال لاي في الخملات بالشكل ده وبالتالي دايما في اي اورجن هتلاقي فيه بلود كابيلوريز دي يبقى جنبها على طول فيه الليمفاتيك كابيلوريز الليمث نوتز بعد كده التانية او العقد الليمفوية دي عبارة عن فيبرز كونكتيف تيشو وتشيكليين ذا لمف زي ولمفاتيك نوت كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته